حجام وقيم التداول 3135 نقطة هو اغلاق السوق الموازي في اولى جلسات هذا الاسبوع اللافت ايضا تراجع قيم التداول وخاصة شهدنا عليها ارتفاع واضح خلال الاسبوع الماضي وكانت باكثر من 70% ايضا كذلك شهدنا ارتفاع قوي جدا في جلسة يوم الاربعة واللي كانت باكثر من 200% ولكن اللافت في اولى جلسات هذا الاسبوع قيم التداول تراجعت باكثر من 70% 71% اصبحنا تداول دون المليون ريال 900 وقرب 69000 ايضا كذلك الاسهم المتداولة انخفضت بما يقارب 85% وايضا كذلك شهدنا على الصفقات تراجع جدا قوي بما يقارب 66% ولتصل لما يقارب 128 صفقة شهدناها في السوق الموازي في جلسة امس مشاهد الكرام ننتقل الآن وإياكم الافتح سوق الاسهم السعودي في ثاني تداولات هذا الاسبوع بعد الاداء الإيجابي اللي شهدناه في جلسة امس وكان باللون الأخضر وللجلسة الثانية على التوالي اليوم السوق يفتح على اللون الأحمر بعد جلستين من اللون الأخضر شهدناه في أولى جلسات هذا الاسبوع وكذلك جلسة يوم الخميس 8113 نقطة تراجع طفيف قيم التداول في هذا الاثنائي ما يقارب 24 مليون ريال وايضا كذلك بنسبة إلى حجم التداول عند ما يقارب المليون سهم ننتقل الآن وإياكم مشاهدي الكرام إلى أهم أخبار سوق الاسهم السعودي نبدأ بشركة صافولة والإعلان عن إبرام اتفاقية شراء أسهم ملزمة لشراء 51% من أسهم مجموعة شركات الكبير مقابل 565 مليون ريال وبينت الشركة أن تمويل هذه الصفقة سيتم من خلال المزيج من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى جانب الحصول على تسهيلات بنكية متوقعة أن أثر المالي لهذا الاتفاقية سيظهر على نتائج المالية خلال النصف الثاني من العام 2018 نورق ناظر مشاهدي الكرام استهم اليوم على مكاسب جدا إيجابي 82% يقفز إلى أكثر من ريال و13 الهللة في هذه الاتفاقية 41 ريال و50 هللة لأسهم ومن الاستحواذات إلى قطاع التأمين وإعلان شركة وفاة التأمين عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال حيث بلغت قيمة هذه الخسائر 70 مليون و120 ألف ريال وبنسبة 57 و16% من رأس المال البالغ 122 مليون ريال مبين السبب الرئيسي لتراكم الخسائر إلى انخفاض مبيعات الشركة بصورة كبيرة وأيضا يقابل هذا الانخفاض ارتفاع في مصاريف التشغيلية نورق ناظر مشاهدي الكرام بالنسبة على السهم اليوم على تراجعات جدا قوية بـ 19 و19 في المائة 12 ريال و18 هللة السهم يصل النصب القصوى في بداية جلسة اليوم في التراجعات يفقد ما يقارب ريال و34 هللة للسهم وإلى النتائج المالية للشركات ونبدأ بأسواق شركة العثيم في الربع الأول التي تعنت عن نتائج إيجابية خلال الربع الأول نورق ناظر مشاهدي الكرام بالنسبة على سهم شركة العثيم والتي كانت على ارتفاع بـ 67 مليون ريال ارتفعت أرباح الشركة بما يقارب 12% ومقارنة بأرباح بلغت ما يقارب 60 مليون ريال حقتها الشركة خلال الربع الأول من العام 2017 نمو المبيعات كان بـ 6% والتي ساهم بالنسبة في تحقيق هذا الربع في الربع الأول أيضاً كذلك بالنسبة شاهدة انخفاض في مصاريف التمويل والتي أثر إيجاباً بالنسبة على نتائج الشركة خلال الربع الأول أيضاً كذلك ذكرت الشركة أنه كان هناك بالنسبة ظهور لتسجيل خسار حريق في أحد فروع الشركة والتي كان بيملغ 3.500.000 ريال يأتي هذا كذلك في ظل النتائج الإيجابية التي شهدناها في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 والتي كانت عند 60 مليون ريال نلاحظ في هذا الربع عند ما يقارب 67 مليون ريال إلى سهم شركة أسواق العثيم ونلقي نضرب بالنسبة على السهم ونلحظ الأداء اليوم أيضاً على تراجعات بما يقارب 82 في المئة السهم يفقد ما يقارب ريالين و40 هل السهم 80 ريال و80 هلنا في هذه الأثناء السهم يتفاعل بشكل سلبي بالنسبة مع النتائج التي كانت إيجابية وارتفاعات بأكثر من 12 في المئة إلى قطاع الإسمنت ومعلان شركة الإسمنت المنطقة الجنوبية في الربع الأول والتي كانت على تراجع طفيف عنده 3 في المئة ومسجلة شركة ما يقارب 100 مليونين خلال الربع الأول من العام 2017 مقارنة ب 105 مليون حققتها الشركة خلال نفس الفترة من العام 2017 أيضاً كذلك انخفاض جمال المبيعات كان بأكثر من أو بعند 10 في المئة بما يقارب بتسجيل الشركة 274 مليون ريال في حين يعود الانخفاض في صاف الربح إلى انخفاض المبيعات شهدت الطلب وأيضاً كذلك المنافسة اللي هي في المجمل نفس الأسباب اللي أدت إلى تراجع وخسائر بالنسبة في قطاع الشركات التأمين وفي شركات الإسمنت واللي استعرض نتائجها خلال الربع الأول الآن إلى شركة الإسمنت المنطقة الجنوبية ونلقي نضرب النسبة على السهم في ظل الانخفاض الطفيف بالنسبة في الربع الأول واللي كان عن 3% اليوم استهم على مكاسب بواحد ونصف النقطة المئوية 40 ريال وما يقارب 70 هلال اللي استهم التوقعات بالنسبة جاءت أرباح الشركة أعلى من متوسط توقعات المحللين واللي كانت عند ما يقارب المئة ومليون لربع الأول ونستكمل أيضاً مسؤولة الكرام عن نتائج المالية للصناعات الحديدية لشركة الإمام واللي كانت بالنسبة على انخفاض حادف الأرباح بنسبة 91 في المئة الشركة حقت ما يقارب 4 مليون و300 ألف ريال أيضاً كذلك يعود بسبب انخفاض الانخفاض في الكميات المباعة واللي شكل 40% بالنسبة من نتائج الشركة أيضاً كذلك ارتفاع تكلفة المبيعات واللي أثر سلباً بالنسبة على نتائج الشركة خلال الربع الأول نلق نظر مسؤولة الكرام بالنسبة على آداء السهم في جلسة اليوم ملحظ السهم على تراجعات جداً قوية بـ 3.14 في النقطة المئوية 20 ريال و 66 هلال السهم وبخسار بلغة ما يقارب 73 هلالة للسهم مشاهدي الكرام وصنعكم لختام هذه الجلسة ألتقيكم بعد قليل في برنامج أموال المصرات شكراً لطيب المتابعة